تحاول ترصة ملعب لراجع عبدالعاطي يلعب الايمان سعيد مرد من الكوفي في جال يومنا ينقل الكوفي برافز تحاول افتان عكسية كوفي نرد من الكوفي عكسية وطير المحل هدف من ريخي اول يسجل اللاعب احمد عبدالله ظهر بعد تابع فرد دين بري وابسم الكرة بكل سهولة داخل الشباب باول اهداف اللقاء لمصلحة فريق المريخ في دقيقة الثالثة والثلاثين من زمن شوط العب الاول تعلن على احتفالية حبرها في ملعب المريخ احمد عبدالله يسجل اللاعب محليا هنا يسجل ايضا محليا في متابعة من جمهور المريخ الحاضر في ملعب المريخ هنا الانطلاقة كانت بعد على لص احتفالية مع اللاعب اللاعب الثلاثة فاشر بينما في الناحية الاخرى يلعب هلال الفاشر باربعة خمسة واحد هي اربعة اثنين ثلاثة واحد في التفصيلات هذه الطريقة لمحمد الفادر حجازي المدرب الوطني حالس مرمى بدوي عثمان برقم ثلاثة 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 ثلاثين رباعي الضار من يسار يليمين كامل احمد النظيف برقم سبعة صالح الامي برقم خاطاشر صلاح عبدالرحمن برقم عشرين لبي لحظي برقم ثلاثة محاولة مريخية برقم الضار وقد اشرا سؤال سلاثة ثلاثة very داخل ملاعب الداخل المريخ بعد الشابع العسية من جدي لبري من الورس الراسية قوية جدا استقرت في شباك الحارس بدوي عثمان هدف الثاني لفالح فريق المريخ في انتظار نعادة وهنا الاحتفالية بالتأكيد مع الزملاء داخل الملعب صلق من يمين مرة بتفويته جميله الناعب جدي لبري رفع الرأس ثم ارسل العسية وهنا الارتقاء الراسية حاول مع بدوي عثمان ولكن وصلت الى الشباب هذي التفويته الجميله من لبري تقدم لي فالي ارسل بالمقاس وبعض القصير اقرى يرسل راسية داخل الشباب هدف الثاني دقيقة الثانية من زمن شوط العب الأول هدف الثاني هو من يسجل الهدف الثاني بفريق المريح هدف الثاني تحاولت الى التماس ملعوب بطرعة كثيرة من علي جعفر المرس الى اللبري هدف الثاني هدف الثاني والمريح الثاني ايضا من اغاستين اوترا وهذه المرة هربت بجيزة من اوترا المرس الى اللبريح واختبت المرس الى اللبريح بمحفة فريد المرس الى اللبريح احتجاج لعبينا الفاشر كليا على حاكم اللقاء امين اللبودي وطاربة حتى الجهاز الفني والمدير التنفيذي بفريق الى الفاشر السيد تاقستير صالح هدف الثاني هدف الثاني وحتى لاعبينا الفاشر كمان بإبعاد لاعبي الى الفاشر حاكم الى اللبودي وحتى الجهاز الفني والداري يدخل الى ملعب برامي من علي جعفر تحاولت الكرة الى اللبريح اوغاستين اوترا بعد لاعبيه الى الفاشر لان اوترا كان في وضعية التسل عموما لطفت روكا لكابتن الريشة في الاستوديو التحليلي ولكن هنا الكرة استقرت على السارف عن حارس بدل عثمان ماذا تفل بطريقة ارغانية برخصة اوترا الكرة تمرت الى حارس الملعب تحت الرب في فارس في نفس الجيري نستعلي مرات الى حارس الملعب زر التفيد كابتن وكايف طبعا ليلان الفاشر في هذا اللقع هو الحارس بدل عثمان وعلى ذكر الكابتن فان اول كابتن كان لفريق هو الكابتن تجاني عمر الشهيد من فرو فرو كابتن 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 ثم الكمان من يصرق الشباك خلط العارس او اجل به قابتن شهد قابتن في كل هدف كان احتفاله ليس بيالي الحيوي تحديد مرة يحشف الجاب بسمه تلعب امين من نبيل عبدين نحو محمد عبد الكريم يتقدم يمر يتحفظ على الكرة يتبخز سرامون جابتون يلعب كرة في الجاه علي جعفر طالط ومرث الى خارجة معه اخر بكي مياه الزمن الرسمي اللي شوفه دائبة ثانية المباراة وحتى الان في الدور الممتاز مباراة من اسباع التاسع عشر هلال الفاشر ومريخ العاصي والتقدم الربائية والرسية هدف جول يسجل لمصطحة فريق هلال الفاشر برأسية كان في هذا اللاعب وضع الكرة داخل الشباك اللاعب مونير ادم هو المتقدم الذي وضع الكرة بشكل جميل داخل الشباك ليعلن عن اول اهداف فريق هلال الفاشر اللقاء اذا مونير ادم هو من تمكن من وصول لحظة الانطلاقة والعكسية ثم الرأسية وضعه بالشكل جميل هنا الانطلاقة بعكسية ثم ارتقى والصر رأسية قوية استقرت على يسار او على يمين الحارس المعز محجوب والمتابعة من بديل مونير ادم في هدف اول لفريق هلال الفاشر اذا اربع ادام مقابل هدف الانطلاقة الانطلاقة الى بوستيا في زيدي بي برمسطوعة من ايمال سعيد ايمال سعيد والفارسة يحتسبها حكم الاقاح لمصر المصري ايمال سعيد اللحظة انا لاحظ حول التحدث وتقصب الحكم على المدافع بطاقه مدفع من عكب الانطاقة بطاقة نتابع مولة البطاقة ولماني البطاقة الانطلاقة من المدافع عبد الرحمن من الاختجاج وكان لدينا بطاقة اطراق اعطاء ايام الدول في بقاء بقاء بطرعه اللاعز كمال يسيحكم اللقاء اذا نعوم بسي الان المباراة فيها ما زال الاحتجاج المتوافد والمطارد من العبيله الفاسر يحكم اللقاء امير اللقودي الذي يرى العبيله الفاسر يعني لم يكون حدر معهم حسر ما يرى العبيله الفاسر وحي احتجاج متوافد اذا نوجستين اقرا هو نجم هذا اللقاء من شركة سوداني نجم اللقاء هو اوغاستينوكرا ونمزي نحو ثواني الأخيرة من زمن شط اللعب الثاني كرة تحولت لعبة مرت وفيها التقدم موجود بفريق البريخ يحاول بكر البدينة من خلاف يتقاد بكر البدينة ونشر كرة وحولت إلى خارج الميدان تحولت إلى خارج الميدان كرة كانت سعيدة ومرت إلى خارج المعب بعبة إلى الفاشر كرة مع اللاعب يمير آدم إلى نبيل عبدين أمامي بكر السوريح برحلال الفاشر يحتيح قاتل الشيفون ينطف له العودة الشيفون الشيفون هو صفر الحكم اللقاء الحكم القوم يمين اللقودي يعلن عن نهاية هذا اللقاء